السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين على قناة توينو كونكر معكم اياب محمد في شرح الماب الجديد الماب الجديد يا جماعة مالاخر جامد جدا 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 لان طبعا اي حاجة في اللعبة بتقع فيها يعني مسلا دلوقتي تقريبا تقريبا مكان النمسيس اللي هو دراجون ايلاند تشال اللي هو حوش تشالت لانها بقت في مكان تاني اول حاجة عشان نشوف المكان او الماب الجديد ده نخشه ازاي ونشرح ازاي اول حاجة ندخل من ناحية دراجون ايلاند هنخش كده هنخش نكلم بعد كده الست دية تودينا على الماب الجديد طبعا ده مكان للهانت ان انت مسلا تفضل كده جاعت بالاكاونت وتضرب كده وتاخد كل حاجة من استونات اه لعنده كمان دباهات لكل حاجة في اللعبة كل حاجة حتى السب اس برضو من خلال الوحش دي طيب ايش شرح كده هنخش هنا اهو زي ما انتم شايفين هنخش المكان اهو المكان كده احنا اه دخلناه كده يا جماعة اه اول حاجة هنشرح طبعا دي بتاعة الشبهات والحاجات زي كده انا هفهمكم ايه المفاتيح دي والكلام ده كله الراجل دي اللي هو بيبدل لك النقاط دي اه يعني عندك مسلا انا رايزة بتطلع الحاجات دي عشان افهمكم ايه اللي بيقع من الوحوش اه طبعا ده وايه تاني كمان الميتور طبعا بالهبل والسفاج بيقع من الوحوش الصغيرة وكبيرة وهفهمكم موضوع الوحوش كبيرة عندك طبعا دي بتتغير بتجمنيهم طيب الاستونات زي ما انتم شايفين اهو استونات دي كلها من الوحوش طيب دلوقتي وعندك طبعا هي زي ما لسه كنت بكلم هي الشنطة وعندك الحاجات دي بتاعة برضو وعندك دراجون بلادستون بتاعة منيهم برضو اه عندك الحاجات دي بتاعة من الوحوش برضو دي ايه طيب المهم انا كنت عايز بس اللي ايه التوكنات اه اه انا اجيب اه 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 اول حاجة هتدوس على الراجل دي هنا بيحول لك لآآ السي باس باك ترتالاف سي باس عادي بتيكت التكت دي ايش انطرق تجيبه على الاقل لازم الوحش على الاقل اللي تقتله في خلال تلات دقائية لوحش الكبير اللي هي شبه النمسس والسنو والدراجون والكلام ده كله على الاقل في تلات دقائية ايش ان تقدر تاخد جايزة كبيرة هتجمع تطمية واحدة من دي ومعها التكت دي ايه وتقدر تعمل تاخدها او تاخد تلاتلاف سي باس لو درت في اليوم هم تقدر تجيب التكت دية اه عندك رستوك تايم بتاعات بكرة يعني كل يوم هكتجب تلاتلاف سي باس براحضة وعنده كان تلاتلاف سي باس باوند وعنده كان البيل اللي هو بتديه خمس ميدة شي استونة بلاس اتنين بالتمانين واحدة من الحجارة دي واستونة بلاس واحدة عشرين واحدة وعنده كان ده تجيب منهم تلاتة اه طبعا اه واحدة بس اللي طبعا عايز واحدة منيها الصراحة. زي ما انتم شايفين اهو. هنا طبعا بلصة واحد. اه عندك اللي هي بيقع من الوحوش. اه عندك انا دي طبعا انك بتاع بالغلط. كل انواع السوبر اهو. السوبر يا جماعة يعني عندك زي مسلا دي اهي. يعني عندك الاستيجما. شايفين الاستيجما ازاي? عندك بعد كده اللي هي الطوفولد. ده اللي هي شبه السيف اللي بينزل دي ولا شقة الارض دي زي ما انتم شايفين. تمام? اه المهم هنقدر نروح بعد كده الراجل ده هو اللي بيوريك المكان. طبعا الوحوش كلها طلعت اهي. مع الاسف ما فيش حد ما هارف كما قلتها عشان بحوش صعبة جدا 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 هو بيوديك يعني زي ما انتم شايفين كده ندوس كده هو الراجل بيوديك المكان فين. طيب بعد كده ندوس على السندو دية لما بيقول لك تقتل مية وحش من اللحوش دية تقدر تاخد او تقدر تاخد واحدة ستر ستون اللي هي بتاعة البرفيكشن اللي بديدي مية. تمام? اه طبعا انك تربط اللحوش. تمام? كده مش هينفع طبعا دلوقتي. طيب هنا ايه ده لزمته. ده بيرجعك المكان بتاعك تاني. طيب. هندخل هنا بعد كده ندرك في اللحوش او نشوف شكل اللحوش ازاي. هنروح اول حاجر هو هيوديك قبل ما وديني كده انا ندرك مسلا. اه هنا كان فيه هنا طبعا انتعارفين. وهنا كمان او هو ده الوحش. او الوحش فيه ما هو دراجون. زي ما انتم شايفين. وده طبعا صعب 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 جدا محتاج زي ما انتم شايفين اهو الوحوش الله 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 العظيم. خضتش بالي طيب المهم اهو زي ما انتم شايفين اللي بيقى سفاج. اه عندك هنا بتاعت الايب. اه بتاعت الكوستة الايب. اللي هي بتاعت اللاب عفوا. كوستة اللاب. اه زي ما نشايفين اهو. طيب. اه هنا اهو. يلا بقى بدل اهو بكي بكي. تمام? في غيره هنا اهو. اللحوش دي. تضعف تضربها. المهم اللحوش ده او ما تطلع قدامك تلات دقايق على الاقل عشان تقدر تموتهم كلهم. تلات دقايقش تقدر تاخد ريوارد كويس. ده طبعا من رابع المستحيلات. طيب. سلفل عندك كتير. تمام? وتموتوا اللحوش بسهولة. بتموت جدا بسهولة يعني عندك اوال بتاعت السولد زي ما تشايفين. عندك انا بديك سفاج. عندك سبعة. السولد سكورل ده طبعا تجمع منه سبعة. هو تقدر تحوله بعد كده. هل هي اللي جاب دي هنا. اه هنا طبعا دي بتاعت. بتاديك واحدة بتاعت كده بلاش. بس لما تجمع عشرة. هنا تشيه. طبعا الحاجات دي كلها المفتاح دي انا هوريكم ازاي تقدروا تستخدمه. طيب. المفتاح دي اه ثانية كده كان ايون هنا اهل. الوحوش دي. الوحوش دي تفضل تضرب كده اهو. لماغزة. دي اصعب وحوش. هنا في دلت انواع من الوحوش. بس وحوش صعبة صعبة جدا يعني. تمام? زي ما تشافينا هيبت جيلك النقاط دي هنا. بتجمع منها تبتمية. مع التيكت هنا ده بيوديك اللي بيغير لك المكان بتاعك او بيوريك اماكن البص كده. اهو ده هنا بيديك تلاتين واحدة من البتاع دي اه هنا بقى المشكلة الصعبة صحة في التكت ازاي تقدر تجيب التكت ان المشكلة طلبة ان انت تضرب الوحش بسرعة جدا. والوحش عشان يموت محتاج سيرفر يكون مليان. يعني عندك زي مش عارف مين حاجات دي كلها عشان تقدر تستفاد اه وتموت الوحوش بسرعة. طيب. مميزات المابدية ان اي مونك ملوش اي تلاتين لازمة هنا. اي مونك ملوش اي تلاتين لازمة هنا. بجد ملوش اي لازمة. يعني مش عارف يعمل الشكل اي حد. مش عارف سلسل اي حد. هنا تموت ترب. على طول. مغير اي تشكل خالص يعني لو كان في مونك ولم اليوم مونك. قل له شوف امك حلوة ولومك اراها. ارمر سول اه هنا بيديك سول ارمر زي ما انتم شايفين اهو. الحلاوة الحلوة دية. بس طبعا هاديك السول اسكروا لعشان اعارف حظ منها بستين نيلة. الحمد لله لكل حد. كنت بتأكد والله. ده من نادر يعني لما يديني السول كده. مش مشكلة. يعني احنا دلوقتي مش مشكلة يا جماعة. يعني عنديكم هنا اه ممكن اه توقع لكم من اه خلال الوحوش دية يعني السلو بسابع ممكن يقع من انيهم. اللي هي اللي بتديك تجمع منه عشرة تحول لك الدراجون بول عادية. ممكن تراجون بول عادي يعني عشرة اللي هي عارفين بتاعت الرلم. لما بتجمع منها عشرة بتاخد درجون بول باوند. هنا nanon تاخد درجون بووند على طرح طاع grooves على الارض. او تاخد من الدرجون او تاخد من اللي بتجمع منه عشرة وتجيب لك دراجون. يعني الاتنين من من الاخر الاتنين. هنا اه الماب دي اللي مميزة فعلا يعني لو انت مش عارف تضرب الوحوش او بتموت من الوحوش عليك بحطة ارشر كده حلو. مسلا ما حاجة يعرف كون بيجيبهم اه تروح هنا الوحوش دي وتضع تضرب. انا عن نفسي يعني صراحة اه افضل ان انا اعمل هنا ان الوحوش الكبيرة محتاجة سرعة جدا. سرعة بسرعة يعني. تضرب بسرعة. وده طبعا من رابع من مستحلات ان انت تعرف ما هو الوحش. ده مكبير كده. وابتدير مسلا بمئة الف حتى لو انت فل اتناشر. يعني انا هو فل اتناشر. زي ما انت شايفين او الاصطفو كله فل اتناشر فما انفعش. او رابع من مستحلات ان انا اعرف اجيب اه او مووت الوحش بسهولة. حتى الوريور. يعني حتى الوريور اللي هتفاش خلط دلوقتي يقول لك الوريور يعرف يجيب ومش عارف يجيب. طبعا هو هيعرف يطلع عليه مسلا بمليونة او اي حاجة بس مش هيعرف ياخده فوانس كلا. على ما اعتقد ان النمسيس والسول والكلام ده كله والسنو والكلام ده كله راح. يعني فعلا راح خلاص يعني تقريبا واتذمج مع المابدية لان هنا السفاش بيقع من الوحوش دي اه بيعمل كل حاجة. يعني من الاخر كده جي ام رضيك. من الاخر يعني بجد والله. اه اي حاجة انت عايزها هتلاقيه واعينة. هناك كان فيه سنة دي معاينة كده. الميتر بالهبل ازا ما انت شايفين اهو. الناس بتاخد اهو. اه انا افضل الصراحة ان انت تفتح دي او بتاعها يفضل يعني اهو اهو متريال. مش عارف مين اللي لساها الغابة دي ايه. زي ما انت شايفين اهو. اهما تاخد البي ستة على طول اهما تاخد الاقل من الحاجات دي كده اوه جي ما تشايفين اهو كميات تمام عنده سنة اهو. ادينا اخد فيه وقعت على فكرة. انا اخدت ازبال واحدة مديم. اهي ستة اتنين. تجمع منها سبعة وتاخد اه سبعة ايام. وانت هو حظك طبعا. اخدت امتينة شي. يعني الموضوع جميل جدا. الموضوع جميل جدا. طيب. الاسباب اللي خلت عملت الاسباب اللي خلت يعمل المبدأ يا جماعة اللي هو عشان يخليك اكبر قدر من امكان ان انت تفتح او تبقى او في اللعبة. طيب. والسبب التاني ان النظام اللي هو اللايف هيتعامل اه قريب. فطبعا هو الجيمة بيخليك تجهاز ان انت تجمع اتشي وحاجات زي كده. بيخليك تجمع اتشي عشان تقدر تفتح تفتح دي ولا ترانسفورميشن دي ولا ترانس مش عارف ايه. عشان تقدر تكون جاهز. اهو زي ما تشافين حجرة حلوة اهو. طيب. هنا نجمب جدا ايه هي تاني كنواق يا ربي. اه البل وكل حاجة بتعمل هناك. طبعا انها فيش نظام ايه خبسين في المية حظ. غير طبعا اللي هو الفاشن ديل الفاشن ديل اللي نزل. الاسطونات اللي حاجات دي كلها ببلاش. كنت عايزة الاسطونات دي اهي. عشان اقدر. الله. ده اللي مش اجمع صح. ايه اللي بقدر. ده ما بيجمعش. نسيت ده ما بيجمعش يا جماعة. ده انت ممكن تاخد على طول. دوس هنا تخلط لك نبلة. دوس هنا تخلط لك غزو. حلو 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 حلو. صراحة الجم لما عمل المبدية اعمله عشان ايه. الله يخرب بيت امك. ده انت عين مدايقني يا اخي. نعلق بامك. اهو. تفضل تضرب اي حاجة تتوقعها في الجيم هتقع لك هنا. يعني الموضوع كله بيسهل جدا. اللي مع اسطف عايز اه يرفع اتناشرة والتمانية او سبعة اي حاجة. جمع السنات من هنا ونصي يحمل ليك طبعا ما تعملش كويك. هنا المكان مفتوح اهو كويس انه جاي قبل ما في الفيديو. هنا المفتاح اللي هستخدمه اهو. قدتني اه حجارة من النوع دية. طيب هنا الموضوع كله بسيطة جماعة مش محتاج اي حاجة. ياريت الناس تركز اهو تشي باك زي ما انتو شايفين اللي بيوقع. ياريت الناس هنا تركز اهو. ايوة بسرعة. استنى بقى كده. عشان نشوف ايه ده بيوقع. هنا في وحوش كبيرة زي دي صح? كواسي انتفكرني. بتوقع لك اه فيه اه اه مية فيه وحوش بتاع اعلى كمسة في وحوش بتاع العشرة في وحوش بتاعلك اتنين في وحوش بتاعلك واحدة وفي وحوش اهه ده تقريبا بتاع دراجون سول ده تقريبا بتاع دراجون سول وحش يا جماعة. تضرب هيؤuar لك اتنين سفاج بون. زي ما انتشافين عنه. للوحوش دية تقريبا بتطلع بالحظ معاك أو تطلع بوقات معايم بس عشان لسة مش عارفين الوقت. هنا اللي سانديه في منها وفي منها ابك. وكل واحدة جايزة بتاعتها. يعني الليبك دي لو قدرت اجيب مفتاح بتاعه تقدر تاخد ستونة بلس تلاتة يا اما بيه سبعة درابن السؤال يا اما تقدر تاخد تلاتة لافس بس يا اما فرزة بالسكريب. يا رأي تكونوا يا جماعة الشرح جميل جدا ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة واهم حاجة الاعجاب للفيديو وتقول ابتراحاتك وانا ااسف لو قدرت كمان في حاجات ما ديتش اشرحها بس انا جبت المفيد لان الفيديو طويل جدا 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 يعني وكل ما بطول في فيديو كل ما المساحة بتاعته بتكبر. فانا مش عايز اطول اكتر من كده يا جماعة ولو ان شاء الله هادر اعمل اكتر من فيديو في المبدية هعمله ان شاء الله. الى اللقاء في المزيد من مشاهدات القادمة ان شاء الله كان معكم ايهاب محمد الى اللقاء.